في لقاء تحذيري استعداداً للاستحقاقات الهامة التي تنتظرهم في بطولة هذا الموسم حققت أمسية الاثنين مولودية وهران فوزاً معنوياً على حساب نادي اتحاد الحراش بثنائية نظيفة حملت توقيع كلاً من المهاجم الليبي زعبية والمستقدم من نادي بارادو هشام نقاش المواجهة وإن لم ترقع إلى المستوى المطلوب من الناحية الفنية إلى أن أشبال المدرب شريف طاه الوزاني أظهروا ملامح فارق نواع بما ينتظره في البطولة الأجواء الكبيرة التي جارت فيها المباراة عكرتها الإصابة التي تعرض لها صانع ألعاب الحمراء الجديد صفيان عمور الذي نقل على جناح السرعة إلى المستشفى نتيجة للألام الشديدة التي كان يشعر بها على مستوى الظهر بعد تدخل قوي تعرض له من الخلف من طرف أحد لاعب المنافس